ربنا سبحانه وتعالى على النجاح لحق اول مسلسل طبعا انت بتجتهد في الاول انت بتش عارف انت يعني هيروح بيك الموضوع لفين بس هو الموضوع كله موضوع اجتهد وانت بتحسن العمل وبتحسن الطبخة اللي انت بتطبخها وازاي بتصنع الملحمة بالاول وبتصنع التست بتاعها علشان ما يبقاش مسلسل شعبي مسلسلات الشعب كتير بس ازاي تتميز انت ازاي تعمل تستل الطبخة بتاعتك علشان الناس تدوق حاجة مختلفة فيحصل النجاح والتوحد اللي حصل مع الشارع ده منحضرنا مسلسل في شهرين بس التحضيرات اكتر منها ابطال كانت صناعة يعني اللي استعانى بصناعة اقوية زي مهندس ديكور المهندس خالد وزي ملك زورفقار كستايلست وجلال الزكي مدير التصوير والمونتير وعمر اسماعيل مزيكة يعني اختيار الصناعة كان مهم جدا عشان يصنعوا الملحمة الشعبية اللي احنا بنعملها دي وبعد كده روحنا على اختيار ابطال الملحمة فضمع انت لما بتيجي تختار بتبقى فيه تباديل وتوفيق في حد بيبقى مرتبط بعمل تاني ما بيبقاش معاك في حد تاني بيعتذر علشان هو مش شايف نفسه يعني كلها بتبقى اختيارات تباديل وتوفيق بعد ما بتوصل للكرور المزبوط اللي هو هياخد بطولة العمل ده وربنا وفقنا فيه الحمد لله كلهم ابطال اخوية جدا صنعوا العمل يعني مثل زمان في عبد الموتى والقشش والنبطشي والافلام اللي كانت قبل كده الشعبي ده حاجة والاخ الكبير حاجة لانه كان بطل شعبي برضو محمد رجاب وضربت معاهم حاجة والنهاردة عرب حاجة تانية خالص النهاردة انت عندك مثلا الاخ الكبير وضربت معاهم ده النجم محمد رجاب ده راجل نجم عرب احمد العودي نجم ممكن يكون دي خطوة قوية في نجميته بس مش زي زمان صناعة نجم من الستارت بتاعه انه هو ان انت بتاخده تطلع بيه اول سلمة في حياته لأ دي دي مش اول سلمة للعرض هي فكرة انه ان احنا رحنا في بروزة اكتر للنجمية بتاعته اللي هي البطولة المطلقة بتاعته الاول مر ده طبعا انا مبسوط جدا ان احنا اتشاركنا في العمل ده مع بعض وان انا قدرت اكون المنطقة دي في حياة بلتجة المنطقة الشعبية انا من شبرة ومن منطقة سخنة جدا في شبرة من جسر البحر والخلفاوي منطقة سخنة جدا فيش الكلام ده فيش ناس بتبلتج على حد وما فيش حد بيضرب حده وما فيش الكلام ده ولو اتنينة تخنقوا في ثانية تلاقي فيه تالت دخل والدنيا تلمت في خمس ثواني ما فيش الكلام ده يعني الفكرة المتصدرة ان الشعبي هو ناس بتدب وبتضرب في بعضها ده كلام غلط ده ده كلام متصدرة غلط لأ ده ناس جدعان جدا ورطاف جدا وفي ثانية المواضيع بتحل في الشارع والمنطقة لها كبير وكل الناس بتجبر له ولو الموضوع راح هنا أو هنا بيتلمى على طوق يعني ما فيش بقى ما فيش المشحنات الجام ده قوي دي لا ده منطقة كلها ناس رجالة وجدعان لو واحدة رايحة من هنا اللي هنا ممكن تقولها حتى من المنطقة تعوديني تعود صلني تعالى طلعني رجعني يوديها اخوات كله في بعض وكل الناس اخوات وكل الناس بتتعامل اخوات لأن الشعبي ده ده له طعم تاني خالص فكرة الواقعية دي فكرة مهمة جدا الارتفيشل أو الغير طبيعي ده الناس ما بتصدقوش لو الممثل خد ألم مش طبيعي يعني ممثل بيادرق ممثلة أو العكس والألم مش طبيعي المرضود بتاعه على وش الممثل مش يطلع مظبوط هيبقى بيمثل وهيبقى إنه فيك الحريقة لو اتعملت ارتفيشل مصنوعة يعني فيك هتبقى فيك مش باينة لكن لما يدخل جوه نار بجد حقيقية ونبقى يليل هاني المغربي بتاعه اللي بيعمل النار إن هاني عايز حريقة حقيقية هو يخش جوها مع السيفتي للبطل طبعا علشان احنا نبقى ما بنغمرش بحياة أبطلنا علشان قطر نعمل شط حقيقية لكن انت دايماً يعمل الشط الحقيقي اللي انت عايزه بس من غير رزق لازم تبقى مغامرة محسوبة فيه صناع أقوية جداً للمغامرة دي عشان تطلع مغامرة محسوبة وتحافظ على صحة وسلامة الأشخاص اللي هما مقامنين عامد العودي راجل بروفيشنال جداً عامد العودي مش شايف نفسه جرندايزر لأ وان انا اضرب الناس كلها وما حدش يضربني لا 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 ده بره بره فكره خالص وبره أي حد يصدر عنه الفكرة دي هو راجل ابن بلد جدع محترم بيحترم نفسه بيحترم رجلته في الحقيقة وبيحب بيبقى شخصيته قريبة في التمثيل من شخصيته الحقيقية ده معناه ان هو مش مختنع هو مختنع في الحقيقة انه لو الكاترو عليها يضربوه يعني لو اتنين ثلاثة الكاترو عليها يضربوه وفيه اتنين ثلاثة هو قدر يضربوه انت فاهمني هي لحده كلها ان انت اللي ما بتيجي تفرج عن المشهد بيتيجت لين ثلاثة إلا جسمهم قليل فيزيكالي هم قليلين هو قدر يسيطر عليهم لكن ما قدرش يجلب لك ثلاثة اربعة ضرف وقل لك عمال عودي يضربهم ده مش مقنع بالنسبة لك لازم هيتضرب انت فاهم زي ما حصل مش ماقول لما بقى ياخد مخدرات جسمه هيقوى انه هو يضرب ناس زي دي لازم هيتضرب بيتدخل في الورق وده حقه انه هو يقول وجهة نظره في مشواره الفني ما هو مش جويستيك ده راجل عنده مستقبل هو بيختار مخرج يدير له هزي المرحلة في الوقت ده وبيسق فيه وبيحط سقطه فيه ده مش معناه انت هتعمى على انه بقى ده بدوب يعني انت فاهم لا هو راجل نجمه وعنده فيجن وعنده فكر وبيرسم مرحلة لحياته وعنده كومنتات بيقولها لك انت بتفلتر بقى الكومنتات دي تقوله اه ده صح ده غلط اه ده ممكن ده مش ممكن انا ممكن هققلك دي لكن دي مش صح دراميا مناقشات 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 لحد ما بنوصل لصيغة نهائية ومبتبقاش كتير لان اساسا محمود حمدان المؤلف كاتب ورق عظيم الخروج منه صعب ان انت تحيد من محمود حمدان من المشاهد او تبني احلام على ورقه اه ده صعب اخرجه بقى بدعه طلعه احسن ما هو مكتوب هو دي طلبته كنت قليلة جدا تدخلات قليلة جدا ما عندوش اساسا طموح التدخل ده يعني هو مش مش شخص بيصحى منه يقول ايه وانا اعمل واعمل واعمل لا 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 فيش الكلام ده محمود بيقرأ محمود بيكتب انا بقرأ واحمد بيقرأ وكل الناس بتقرأ وما بقيت الموثلين بيقولوا قرأهم وانا لازم انا كمخرج اسمع للناس اكيد حد هيفيدني يعني اكيد حد يقول لي وجهة نظر انا لو قررتك انت السيناريو انت هتقول لي حاجات هتفيدني تقول لي خلي بالك اسمعين على فكرة انت مش مخرج ده انت ممكن تعمل في كذا ده ممكن تعمل في كذا انا طول ما انا ودني مفتوحة وباسمع اللي حوالي انا نفس بقى اللي انا شايفه صح اللي يفيد المنظومة دي كلها اللي ما يضرهاش اللي اخد المشروع ده لطريق السلامة اننا نوصل بالمركبة دي للشط في الاخر انا المسؤول عن ده لكن لازم اسمع كلام الناس